عدنا هسه 16 عدنا بال16 راح نحكي يعان كم شغلة مهمة يعني 16 و 17 هنا هنا دين نتحدث عن الكميات اللي هو نو والآوف والآلات وحنا ذنا شرحنا بهم وقلنا والسام وجماعتهم عرفنا شن هما يعني فما يحتاج ناخذ وقت بي وحنا عدى امتحان قريب اركز لي على 17 17 هنا مهمة هنا بنقطة 17 يقول حالات نستخدم بيها الذه وحالات ما نستخدم بيها الذه هاي هنا نستخدم ما نستخدم الذه وهنا نستخدم واقف الأمر بالنسبة يحبم تعني لأول مرة نظر الأسماء الأسماء أسماء العلم أسماء العلم بدون لقب اسم العلم لما يجيك بدون قلم عفا لقب دكتور غرين المنطقية اختصار كلمات التي دول ما نستخدم إياها ولكن الكلمات التي تحتوي على كلمة ويونيون يعني المملكة أو المتحدة نستخدم إياها المتحدة الولايات نحط إياها إذا إذا لقينا يونيون أو يونايتد نحط إياها ركزني هنا إريد أن تركزني على اسم الجنسيات في بداية الجملة اسم الجنسيات لأن عجتني اسم جنسية دولة لقى يعني الصيني الإنجليزي نحطوا يا ذا ولكن مو دائما إذا يعني نحطوا يا ذا بس بالبداية دائما في بداية الجملة هاي استخدامات ذا بس هاي الأشياء المهمة أريدك تركزلي عليها وتقراليها طيب بالنسبة لي ثمونطعش محتينا اليوم حتينا عن الرفلكسيف بروناونز وهي الضمائلة الإنعكاسية الآي صير مايسلف اليو صير يورسلف اليه صير همسلف الشي صير هيرسلف غير العاقل اتسلف وي نحن اورسلف يور يور يعني جمع يورسلف ذي ذيمسلف هذاني كلمات ذاني مهمات ولازم نعرفه نعرف يعني تحويلاتهم لازم تعرف بأن الآي صير مايسلف وتقدر يعني تحفظهم وخلينا نكتب ملاحظة عنهم تسمى هذه الضمائر ضمائر الإنعكاسية تسمى هذه الضمائر بالضمائر الإنعكاسية وتستخدم بعد الفعل في نهاية الجملة وتستخدم بعد الفعل أو الضمير وتستخدم بعد الفعل أو الضمير في نهاية الجملة شوف انجوي ذمسلف بعد الفعل في نهاية الجملة بعد الفعل في نهاية الجملة أو حرف اتجار باي همسلف باي همسلف شوف بعد حرف اتجار باي راح عيدهم ضمائر الإنعكاسية ذني اللي عندنا نستخدمهن دائماً في نهاية الجملة قبل الحرف اتجار أو قبل الفعل الرئيسي وينجوي ذمسلف باي همسلف هذني ركز لي عليهم ولازم تكتب لي ملاحظة أخرى يجب أن يكون هناك توافق بين الفاعل والضمير الإنعكاسي يجب أن يكون هناك توافق بين الفاعل والضمير الإنعكاسي يجب أن يكون هناك توافق بين الفاعل والضمير الإنعكاسي يعني مثلاً أنا عندي شيء هيرسلف أنا عندي بيل همسلف أنا عندي يو يورسلف أنا عندي بيل مذكر همسلف وإلى آخره نجي بالنسبة لنقطة تساطعش عندي أفعال ذون يجون سوية دائماً البوت آن تجي بمعنى ادريس وانسلف تيك أوف ريموف ذم معناها يعني هذني مرادفات كلش مهمة وراح يجنك بالامتحان عندك مثلاً ميك آوت معناها سكسيدد يعني نجحة هذا راح يجيب لك جملة ويقل لك صحح أو مثلاً استبدل أو مثلاً اختيار يعني مثلاً يقل لك ميك آوت لو ميك آون تراي آون لو تراي آوت لازم تحفظ بأنه الميك تجوياه آوت ومعناها سكسيدد نجحة يعني لازم تحفظ ثلاث شغلات الميك وياها آوت هاي واحد والميك آوت معناها مرادفات سكسيدد ولازم تعرف معناها بأنه هي معناها نجحة ثلاث شغلات لازم تعرفهم ثلاث شغلات لازم تعرفهم طيب بالنسبة لنقطة عشرين أيضاً مهمة منطيك أفعال كلمات تجويها يعني قوة تجويها ذني القوة تجويها إلى أفعال لازم تعرف تحفظ هذول الكلمات يجون سويه ذول الكلمات يجون سويه طيب تحفظ port تحفظ ه送 pass ال vaccini تتحفظ الذني تراكيب هذني .. أحفظ ذني .. أحفظ يعني أنت تتحرف تفسير تخرج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة